قررت اللجنة الفنية المشرفة على أسئلة مبحث الكيمياء لطلبة الثانوية العامة النظاميين في الفرع العلمي احتساب علامة السؤال الفقرة السادسة لجميع الطلبة النظاميين مدير إدارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم علي حمد قال إن الإجابة الصحيحة للسؤال هي سالب واحد حيث لم تظهر إشارة السالب عند رقم واحد في خيارات الإجابة المتعددة نتيجة خطأ مطبعي مؤكداً أنه تقرر احتساب علامة السؤال لجميع الطلبة حرصاً من الوزارة على ضمان حقهم وقد تقدم طلبة الثانوية العامة هذا اليوم لامتحان الكيمياء للفرع العلمي والعلوم الإسلامية للفرع الأدبي وسط ارتياح عام لمستوى الأسئلة وطبيعتها والوقت المخصص للإجابة اليوم كان امتحان كيمياء للعلمي كانت المادة بسيطة والوقت كفة وزيادة والأسئلة كانت من متناول الطلاب الامتحان كان سهل والوقت كافي وراجعنا مرتين وثلاثة الامتحان الحمد لله كان سهلا متوسط الوقت كفانا وزيادة كان الوقت رائع والأسئلة سهلة جداً كثير للدارس الوقت برضو زيادة طلع معناه والأسئلة كثير رائعة وجداً سهلة الوقت كان كفاية وبكفي بس في فرع ستة للنظاميين كان فيه غلط الإجابة تعيته مش موجودة بين أسئلة مش موجودة بين أجوبين الأسئلة كثير سهلة سهلة جداً والحمد لله والمراقبين كويسيين والسلام اللي عندي كانت كثير كويسة كان الامتحان كثير سهل يعني طالب الدرس بقدر يجيب على معالي بسهولة ويفلل فيه ما كان في أسئلة صعبة من النوع القدرات العليا اليوم كان علينا امتحان علوم الإسلامية الامتحان اليوم كان بين سهل وصعب بس الحمد لله انه كان للطلاب الدرسيين سهل الحمد لله امتحان ميمية بس كتوزيع علاماتنا نعرف كيف التوزيع للعلامات كاملة وقت طبعاً كفانا وزيادة والامتحان بيسوفكيك